بسم الله السلام عليكم و مرحبا بكم جديد على القناة ساميرا كويزين فيديو جديد و وصفة جديدة عبارة على خبز الشعير بطريقتي سنحضره إن شاء الله في البيت سوف ناجح 100% الخبز هذا اللي صحي و الفوائد نتاع الشعير راه موتبتة علميا كنصحكم إن شاء الله باش تعتمدوه كيجيزوين بزاف وكيخصوا بعض الخطوات اللي غادي تخليه إن شاء الله يجيكم ناجح وأخا غادي نطيبوه في الفران ديال الدار فران ديال القاز فكنتمنى يا ربي أنا وصفتنا اليوم تنال إعجاب ديالكم أكيد أعجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا لايك وتشتركوا معنا في القناة بش دائما يوصلكم الجديد هنا غادي نستعمل نسكيلو ديال دقيق الشعير اللي كيكون فيه ديال البلبولة أو سميدة ديال الشعير يعني شعير البلدي نسكيلو ونسكيلو من دقيق القمح اللي كنخلي فيه حتى هو ديال الحمار ديالو أو ديال النخالة اللي كتكون رقيقة كنحيضو منه غير النخالة اللي كتكون غلايدة بزاف عندي هنا يا معلقة كبيرة ديال الخميرة ما تكونش عامرة ديال الخبز والمالح بحسب الدوق وأكيد غادي نجمعو العجين ديالنا بالماء الدافئ غادي نخلط هاد المكونات على هد الشكل ونبدأ في العجن فكينين أسرار اللي كتخلي الخبز ديال الشعير كينجح معنا في الدار لأنه صراحة يبغي لفران ديال العواد ولكن ان شاء الله غادي نحضره في البيت وغايجينا ان شاء الله ناجح بخطوات لي جدا بسيطة وهذا الخبز هاده فوصحي جدا متمنى انكم ان شاء الله بقوا تنوعه به مرة الخبز ديال القمح ومرة خبز ديال الشعير فراه الفوائد ديال الصحية كثيرة ولا تعد ولا تحصى الأغلبية ينصحوا به لأنه خفيف في الهضم بزاف وصحي وكيعجبني بزاف مع زويتها بلدية وكاز ديالتي فكيجي زوين بزاف وكيعجبو كذلك مع البنت فرائع الخبز ديال الشعير بكل مقاييس فنبدأ نجمع قفل العجين في الأول كيجي متماسك وخاوة صراحة نتيجي حرش لأنه ما استعملناش فيه دقيق بيض إلا شفت الخبز على براك يتباع رطب ديال الشعير وماشي اللون ديالوك حل فعرفوها ديال الشعير ماشي بلدي وضيفين ليه الفورس فمن الأحسن نحضره في البيت فنبدأ داباف إضافة الماء اللي كيكون دافئ ليكونش سخون بزاف وغنبدأ ندلك العجين ديالي ما كي تدلكش وصراحة لأنه القوام ديالو كيكون خفيف فما كان نديروش فيه شي مجهود هنتم كتشوفوك يجي حرش سبحان الله العظيم القوام ديالو كيختالف غادي تجربوه إن شاء الله وغادي تحسو أنه ساهل في العجينة دياله كيجي خفيف بزاف كان بدأك أن نضيف رشيشات ديال الماء وأنا كنخدموه مع القصرية على هات الشكل فبنسبة للعجين ديالو كيخصو يكون خفيف كي يلتسق بالأيادي لأنه كيشرب بزاف معروف عليه كيشرب الماء ودرنا معاه حتى القمحته وكي معروف عليه كيشرب الماء فغادي يكون واحد العجين اللي كيكون خفيف وكيتشوفوه كيتلسق في اليدين صعفي غادي نخليه ما دلكتوش بزاف ما خدمتو حتى شي خمسة ديالدقائق ما كاملاش وغادي نغطي عليه ونخليه يختامر على حسب الحرارة ديال الجو المهم كي يخمر نعطيوه الوقت الكافي باش كي يضاع في الحجم ديالو وغادي نرجعو دابا باش نخدموه أو نقرصوه هنا غا نحتاج البلبولار قيقة ديال الشعير باش غادي نقرصو الخبيزات ديالنا وغادي ندهن ايدي بالماء فإذا كنتو كتزوروا القناة الأول مرة فكنقول لكم مرحبا بكم و ألف مرحبا مع لكم غير تدعمونا فضلا وليس أمرا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصل لكم الجديد كذلك إلا عشبكتكم الوصفة ما تنسوش تضغطوا لايك وتبرتجيو الوصفة مع الأهل والأحباب في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة للجميع هنا غادي نقطع العجين على حسب الحجم اللي بغايت فيه الخبيزات ديالي غادي ندرهم ايام توسطين إلا قدرتوهم صغارين فممكن نعطيهم كتر من عشرة ديال الحبات نتاع الخبز يكون بالحجم ديال الكف ديال الإيد فانا بالنسبة لي غادي ندرهم كبيرة برين شوية مت بسطين في الحجم فكنا نحاول ندهن دائما ايدي بالماء باش ما تلسقش ليها فيها العجينة هادي نبدأ نقرس او عفوا نقطع غريصات ونضعهم في البلبولة حتى نكمل تشكيل العجين كله لانه ضروري خاص العجينة ديالنا تكون رخوة كما تشوفو ما تلتسق في الأيادي باش كي جينا الخبز ديالنا يلا كي جير طب هو هادك صافي بعدما قطعت الخبيزات ديالي نبدأ نكمل لهم نرمدهم كاملين في ذلك البلبولة رقيقة ديالة الشعير الخبز ديالنا مياه في المياه صحي مستعملنش فيه نهائيا ندقيق الفورص بالنسبة ل الخميرة بلدية فاتقادت ليه لسوء الحظ وان شاء الله كنقتر حاليكم إذا بغيتوها علاش الله نوجدها خصيصا باش نصورها معكم كتعرفوا الخميرة بلدية نحضروا بها الخبز يجب ندير واحد كينية تكون كبيرة باش يلاك تخمر لنا غير هي بوحدتها سوف نكمل نرمدهم أو نفندهم كلهم في ذلك البلبولة وعاد نبدأ نقرس ونوضع فلاطة اللي عملت فيها منديل ممكن نبدأ نحط الخبيزات ديالي فوق ذلك المنديل الناس اللي بغيوا يطيبوا الخبز ديالهم في اللاطة فيحطوا مباشرة في اللاطة اللي غادي يدخلوها الفران بالنسبة لي نغاد نطيب طريقة البلدية يعني نهز الخبز برمايا وكاللوحو في الفران اللي ضروري خاصه يكون سخون هنا غادي نغطي على الخبز ديالي بعد ما قرسون نخلي حتى يخمر كنكونوا مسخني الفران مزيان ديال الغاز وكاللوحو فيه الخبز ديالنا كنطرحوه ضروري الخبز ديال الشعير كيبغي فران اللي كيكون حامي نسخنوه واحد عشر ديال دقايق او ربع ساعة إلا كيسخن يعني تقيل فنسخنوه مزيان عاد نطرحو الخبز ديالنا فكيجي زوين على هالشكل كيجي حرش ورائع لأنه معمول غير بالشعير والقمح فكيجي حرش ولديد وزوين بزاف كنصحكم إن شاء الله بتجربوه خاصة وأنه مكيكونش فيه الدليق بحال العجين كيكون فيه الفورس كيجي لديد بزاف وخفيف في الهضم صحي كنتمنى يربي أنه ينال إعجاب ديالكم أبقى ليه في نهاية الفيديو إلا نتمنى لكم داوم الصحة والعافية ونضرب لكم موعيد فيديو قادم بإذن الله ونقلكم أستودعكم في حفظ الرحمن ومع السلامة شكرا شكرا